السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائما لها مشنال جسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين تكونوا موردي لكم مزيدة وفتماما جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات لغزلات الوفيات على القناة ديالي اللي اكيد اكيد لها مشنال لغزة ديالي ومولا الوصفة ديالي وان شاء الله هذه تكون وصفة مختصة بعلاج الشيب سواء المبكر او للقديم في الشعر في ساعة واحدة فقط وصفة سحرية تستحق تجربة البنات كنتو كسرت لتلبتمني وصفات لعلاج الشيب بدون حنة وفي مدة وجيزة وسريعة وبدون حنة كما سبق لي وذكرت سواء للنساء ولا للرجال ووصفة اليوم هي الجنسين معا اي للرجال وللنساء وبدون حنة وفي ساعة واحدة فقط ان شاء الله تخلصي اليمنشي بواسطة وصفة بالاحشاب الطبيعية الحمد لله كما قلت لكم دائما نحاول نجيب لكم وصفات طبيعية اللي غادي نالو الريدة ديالكم غادي نالو الاعجاب ديالكم غادي تستفدوا منهم غادي يجيكم ساهلين مهلين كما تنقولوا وهذه وحدة من بين الوصفات زوينة 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 بزاف لان شاء الله نتمنى اي سيدة تجربها واي شخص ان شاء الله يجربها وقبل ان شون تعرفوا على مكوناتها البسيطة ورخيصة فنبغي بعدها نرحب بكم انتو ما شخصيا نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا يلا كنتو اول مرة كتزرونا ما تنسوش تضغطوا على زل اشتراك وتفعلوا زل جرس تخليوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم والاسئلة ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليه لنا في الكومنتر ان شاء الله انا اي وصفة طبيعية لبنات نجربها يعني من بين الوصفات ديالكم اللي كتخليوا ليا كنجرب وصفاتكم شخصية ولا عجبتني راني كنجي نشاركها معكم في القناة بزاف ديال الوصفات صراحة خليهم ليا بزاف ديال النساء وانا دبا كنجرب فيهم يعني كنجرب عدة وصفات باش هكذا نشوف النتيجة وتكون يعني سريعة باش نجي نقدم عليكم فلاشين فكي ما قلت لكم را كنرحب بوصفتكم البنات الطبيعية الشخصية ديالكم في لكم وانتاغ مرحبا بيوم والف مرحبا خصوصا وصفة الشيب لانو وصفة الشيب خاصة وصفات تكون موثوقة تكون فيها فعالية وتكون عن تجربة شخصية هذا شي لكي الحمد لله وباش ما تقولش عليكم مندوز باش نتعرفوا لهم مكونات الوصفة وطريقة تحضير ديالها وطريقة استخدام والاستعمال فاول مكونات ان شاء الله سنحتاجوا له في هذا الوصفة سنحتاجوا الطين الاخضر زوين عوض الحنى سنستخدموا الطين الاخضر سنمركم كيفاش يجي الشكل دياله فهو يجي في هذا الوصفة هذا هو الطين الاخضر ستلقي عند اقرب عشاب هالطين را رخيص كينو حدين وحدة اخر نوعية ممتازة اكتر من هاد النوعية ولكن بحكم احنا سنستخدموا غير الشعر فستخدموا غير هاد النوعية اللي هي الطين الاخضر زوين ستلقيه عند العشاب دير ربعة او خمسة درم مغربية هانتما يعني الوصفات المنزلية دياله يعني راه زوين كيتخلط بالماد الزهر والماد الورد وكيتستخدم حتى البشرة الوشع ستحتاجي معاي ان شاء الله واحد معاي القديل اكلي الجابل مطحونة والطين الاخضر هذا هو الطين الاخضر طين الاخضر اكلي الجابل ستحتاجي معاي القرون في البودرة هاد الوصفة البنات راها عظيمة جر بها وقولي لي في تعليقات كيف جاتك وليني تتجربها ما تحكميش عليها اي وصفة البنات ما تحكموش عليها من البداية ديالها تقدر مثلا تكون بمكونات بسيطة وسبالي كنتي غير فعالة وما تجيبش معك نتيجة ولكن من تجربها يعني كتقولي راه صدقات معايا انا راك انتظرنا في بالي وحد الاشياء وبالتالي راك انو خاطئين فدائما ما تحكموش على الاشياء منذ البداية بالعكس خليوا حتى النهاية ان شاء الله عاد اعطيوا الرأي ديالكم النهاي بالنسبة المكونات الأخرى فسنحتاج معكم ان شاء الله الكوركم او للخرقوم البلدي هاد الكوركم راك ناخدها النوعية المزيانة باش نبقى نستخدمه في الأوكلة والشهيوات ونستخدمه حتى في الوصفات يعني انا الأغلبية كنستخدم الكوركم ديال الأكل للوصفات الطبيعية كين كوركم آخر هو غتلقيه عند العثار عند الشاب مختص بالوصفات التجميلية يعني كي مختص غير الجمال بوحديته هادك حتى هو مزيان ممكن تخضي عواد هاد الكوركم ديال الطبخ ولكن أنا كنستخدم غير ديال الطبخ غتحتاجي معي ان شاء الله الكاكاو المر او لا الكاكاو بدون سكر هاد الكاكاو اللبنة زوين بزاف تيعتين سماو تيعتين حزوين هل شعر أنا صراحة شخصيا من عشاق الكاكاو اي حاجة فيها الكاكاو كنحمق عليها صراحة لبنسبة الحلويات لبنسبة لأي حاجة مهم يدخل فيها الكاكاو كتعجبني حتى لكاك عبزاف ديال الحويجات خرين فكما قلنا غادي نحتاجي ان شاء الله الكاكاو المر اللي كيكون بدون سكر غا تحتاجي معي ان شاء الله إلى مطبوخ الشاي او مغلقاتي مغلقاتي لالناس اللي كيقولوا لي عشانو كتقصدي بمغلقاتي مغلقاتي هو البنات أتي كتكون يعمل مثلا أتي غير هم يكون ش بسكر يعني غير بدون سكر وتستخدمي أتي عادي يعني أتي مسوس لي كترب وكيكون يعني حاضر للمأتي الشاي ديال المغربية يكون حاضر وبقوة الحمد الله في أي منزل فآخر مكوين هو واحد بيض بيضة هنأخذت بيضة بلدية ممكن تخضي غير رومية لأن دائما لبيض البلدية نستخدم أغلبية لوجهة أكثر ما نستخدم الشعر والبزف المناطق أخرى هدو هما المقادير كاملة لبنات هما هدو كاملين سنعود معكم الثاني مرة فقط تحتاج معي الطيل أخضر تحتاج معي القرنفل بيض بيضة مطبوخ الشاي هتحتاج معي هنا كما قلت لك الإكليل جبل مطحون الكاكاو الكركم أو الخركم البلدي هذو هما المقادير كاملين دابعا سنعود معكم لطريقة التحضير ف ستخدم معي كمية الإكليل جبل كمية القرنفل كمية الطين الأخضر كمية الكركم كمية الكاكاو المر ونخلط بيض بيضة ممكن تخذ صفر البيض لكي حرية الاختيار ومن بعد نضيف مغلاء أو مطبوخ آتي نخلط به إلا ما لا تستخدم مطبوخ آتي استخدم الخلدي التفاح خلطي به استخدم مغلل بابونج استخدم مغلل بصل استخدم مغلل بطاطا يعني القشرة البطاطا كتشد يوم تغلي يوم فوق النار مدة 15 دقيقات صفيد كل ماء القشرة البطاطا عفون وتطبقي هذا الوصفة لا يفيد استخدم أي شيء توفرت عندك نضيف نضيف كمية القرنفل كاملة كمياء قليلة كمياء ضرب المكونات نضيف الماء كمياء كمياء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء هذه الوصفة هذا هو الشكل النهائي هذا هو الفينة تصبح عندك بهذا الشكل بعد أن تصبح بهذا الشكل لا يمكنك أن تبقيها على الشعر تقسمها إلى نصفين وتعامل الكيمياء لا تستطيع كمياء كمياء كبيرة ثم تبقيها على الشعر بالتساوي ثم تأخذ على الشعر تنتظر لمدة ساعة الناس يقولون 60 أو 70 من الأحسن تبقيها أكثر من ساعة الناس في سنة 40 أو 30 حتى في سنة 20 فغير ساعة أو أقلها كافية منذ أول استخدام تلحظ الفرق وتلحظ النتيجة وتعالج المشاكل وتعالج المشاكل وتعالج الصالح وتعالج المشاكل وتعالج المشاكل من السماء من السماء من المشاكل من المحبين ومن العشاكل تمنى أن أعجبكم أهم شيء تستفيدوا من الفيديو شكرا 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 السلام عليكم شكرا